العالم عالمين في نسخته التانية مليء بالمفاجآت من ألوان مختلفة من الفنون في مفاجأة كده من نوع مختلف وخاص بتنتظر رواد مهرجان العالم عالمين حفلة بطعم كده الذكريات الجميلة والأغاني اللي لسه عايشة في ذاكرة كل المصريين حفلة لفرقة المصريين للجميل والرائع والقدير هاني شنودة اللي حتكون إن شاء الله على المصرح الروماني بالموطقة التراثية النهاردة التفاصيل كلها حنعرفها دلوقتي من الموسيقار هاني شنودة مؤسس فرقة المصريين صواح الفل على حضرتك يا أهلاً وسهلاً طبع الجمال على الجمال بسحيينك بدري معلش لا أنا بسحى بدري شاعد طيب إحنا النهاردة بقى حنتكلم عن الحفلة المنتظرة في العالمين استعداداتنا إيه جاهزين بإيه مجاهزين فكرنا في إيه كل التفاصيل الحقيقة ده أنا أتركي على العالمين فيديوهات وأنا مش بسدق العمارة الجميلة دي والاستعدادات الضخمة قوي 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 دي ده مهرجان عالمي بكل المخيص وإن شاء الله هيبقى عالمي لأن دي الدواءة تانية إن شاء الله تركها تبقى كلها أفراد بالعالم ناستدمنا ويحرفونا وكل حاجة تبقى مية مية لأنه لا ينقصها أي شيء الحقيقة من اللي أنا شفته بالعكس أنا شفت حاجات في منتهى الجماد دوماهي بيها يعني أعظم الأمن إحنا النهار ده بقى يعني يوم 27 إن شاء الله هنقدم كل حاجات فرقة المنطين اللي نجحت في منسلسل حالة خاصة لا المنسلسة ده حط في شوية أغاني من فرقة المنطين اللي فوق الحاجة واربعين سنة فوقنا لأن الشباب حبوها قوي وبيحب يصنع للإدارة إن أنا حاولت أعيد سرقة المنطين الثاني لأن تعرف طبعاً اللي توفى واللي مش موجود ربنا دايماً يديك الصحة وتبدع أكتر وأكتر إحنا في خدمة بلدنا وخدمة شباب بلدنا إن هم دول اللي هنشيلوا الأعبة بعد كده إن شاء الله فأتمنى يعني إن إحنا نقوها الأغاني الجواني دي ونعمل فيها لإدارة عن التصوير هناك سيبقى فيه ممتع الجواني الحياة تصوير جميل وأغاني عمرنا ما ننساها أبداً فرقة المصريين عايشة كده جوه المصريين فعلاً أغاني مع اختلاف الأذواق والأجيال أستاذ هاني لسا مسمعة يعني لسا بنحب نسمع أغاني فرقة المصريين هل هتقدمها بشكل مختلف شوية إقاع مختلف بخاطب شباب بطريقة مختلفة ولا بنفس الطريقة اللي تقدمت قبل كده ما هي نفس الطريقة هتبقى في ودان الشباب حاجة مختلفة لأنها كانت مختلفة من يوم تأسسها صحيح كلاماً ولحناً وتوزيعاً وتسجيلاً وكل حال احنا منعبناش في الحالة خاصة الحالة زي ما هي زي ما هو ما عملناش في حاجة لي زي بات عملت يوميها بزا لكن عمق المعاني بتاع الأغاني اللي معها بالشباب دلوقتي يعني أنا بدي أعملهم أغنية مثلاً أوقات أشوف ما أنا أبحك في صورتي في المجاية حيث الشب أخذني وماشي للنهاية أغمد عيني لحظة ألاقي إنك معاين وإيدك بسكة ده الحب الحقيقي إن أنا أبقى شايفك في كل خطواتي يعني مش بقى بقى نمشي الليل وعدة نجوم يعني أنا كنا أعمق بذلك أكيد أتمنى أكيد أكيد طيب ينفع نعرف إيه ممكن من الأغاني اللي حتتقدم يعني نقول أسامي من الأغاني ولا حنبقى طمعين أول حاجة أنا أبتدي بيها أوريا بتقول العالم كله مزين بحضارة المصريين والعالم أصبح عالم من إحنا يا مصريين تحيى يا مصر دائما تحيى يا مصر وهنغني مثلا هزاني وابدأ من جديد ما تحتوي الشبابين سيبنا جوار سراحة باشي الساميورة كل حيات اللي الناس عايزة تسمعها تسمعها وبعدين كانت كلمات إيه صلاح جاهين وأسامي كبيرة جدا طبعا محتاجين نسمعها تاني ونحسها ونعيشها كمان الحمد لله عايزة أسأل حضرتك وانت متابع كده مهرجان العالمين والحفلات اللي احنا شفناها الأيام اللي فاتت سواء الفنانة مجدى الرومي والفنان قاظم الساهر أهمية المهرجان ده لمصر إيه؟ يعني الموسيقار هاني شنودة بعيون وكده شايف المهرجان ده أهميته لمصر ازاي فقفيا وفنيا فمهرجان العالمين ده نطة للمستقبل لأن السنة الجاية أنا وقالوا أني مليش في أي حاجة لكن أنا شايف أن السنة الجاية ده حيجيب سياحة مصر فوق مصر لأنها نطة وقفلة كبيرة جدا 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 أكيد الموسيقار هاني شنودة احنا مستنين الحفلة اللي موجودين في العالمين مستنين الحفلة اللي موجودين في مختلف مصر مستنين الحفلة وحتتنقل طبعا على القنوات المختلفة من قنوات الشركة المتحدة كل الشكر ليك الموسيقار هاني شنودة مؤسس فرقة المصريين اللي حيكون موجود في حفلة خاصة جدا في مهرجان العالم عالمين شكرا